اشتركوا في القناة ليس فقط هو غذاء بل هو علاج أيضا لكثير من الأمراض دعونا نتأمل طبعا يقول الباحثون إن مزيج التمر والعسل والمصنوع كمادة عجينية يمكن أن يعالج الإسهال عند الأطفال ويعالج الزحار بشرط أن يعطى ثلاث مرات في اليوم كذلك فإن التمر هو غذاء مناسب للمولود الجديد سبحان الله لأن السكر الموجود في التمر يعتبر من أفضل السكاكر امتصاصا وهضما وسهل الهضم بالنسبة للكبار وبالنسبة للأطفال سبحان الله طبعا هنا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر ولذلك يؤكد علماء الغرب اليوم أن الصوم الفعال يجب أن يكون على الماء والمواد السكرية الطبيعية وطبعا من أفضل هذه السكريات هو التمر هناك أبحاث أيها الأحبة أيضا تؤكد أن التمر يعالج السرطان يعالج أمراض الكبد يعالج اضطرابات الهضم تسوس الأسنان أيضا سبحان الله مادة غذائية للرياضيين للإصابات الرياضية يعالجها لما فيه من تشكيلة كبيرة من المعادن والفيتامينات ومواد وأشياء لم تكتشف بعد سبحان الله لذلك ننصح كل إنسان أن يحرص على تناول حبات من التمر ولا ننسى أن الله تعالى ذكر هذه التمور هذا النخيل في القرآن سبحان الله يقول عز وجل وجعلنا فيها جنات في الأرض يعني وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق شكرا للمشاهدة